اشتركوا في القناة وما ذهب إلي شيخنا رحمه الله قد ذهب إليه بعض السلام وقال الأصل أنه إذا ترك صلاة ساتفك الباقي ما الذي أدران أنه تركها نهائيا فنحكم بالظاهر ونقول متى ترك صلاة واحدة عندا بلا عذر حتى خرجه وغتافه وكافر أفند وبناء على ذلك يوجد والعيادة بالله ناس لا يوصلون للفجر ويصلون للباقي الفجر لا يوصلون لأنهم ينمون إلى أن يأتي وقت الدوام وإذا قام غسل وأفتر ومشأ فعلى كل حال الواجب التناصر فيما بينهم وأن نحذر من التهوم مستلاة لأن أمرها عظيم وخطرها جسيد ومبتل للناس الآن بالمعاصر التي ظهرت والدعاية الباطلة والدعوة إلى تحلل المرأة مثلا إلا بسبب الزنوب قال الله تعالى فإن تولوا يعني عن الحق فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه ترجمة نانسي قنقر